الموضوع الآخر دانيالو لا الصبح رايح وحدة التدريبية الصباحية ولا المسائية ليش؟ لأنه مصاعدة على المدرج البعض ما يشعر بقيمة العراق أنا أتكلم عن لاعبين ككل ماكو فرق لحد لا يأول الموضوع ولحد لا يحجي حاجزايد الكل من يحمل شعار العراق على صدره لازم يكون أنه يعرف أنه هذا منتمي وراء 40 مليون عراقي يمثل تطلعات الشباب النساء الأطفال الشيوخ اللي عاي في بيته واللي عاي في شغله واللي رايح للدوحة واللي مدين فلوسه ورايح واللي العالم تنتظر لحد الآن يدزوننا لليوم يدزوننا يريدون أنه حجوزات تذاكر وطيران وما قاعد يلقون حتى يروحون يلاحقون على مباراة اليابان وفييتنام واللي يمدين فلوسه ويشتغل كاسب حتى يروح يشجع المنتخب هذا ما قاعد يشعر بي بعض اللاعبين الكل الكل أقولها الكل ماكو هذا لحد لي يقوم يفسر من كيفه والله محترفين والله محل الكل كلهم عراقيين وكلهم لاعبين منتخب وطني المنتخب انه انت انتخبوك من عدد من اللاعبين اغذوك حتى تمثل منتخب العراق تجي التاليوم والله بسبب مزاجيات لو احنا عدنا روضة لو ماعرف لو احنا قاعدين بمدرسة والله ضجت يعني لين ما لعبت لين صعدت على المدرج هذا قرار اولا واخيرا للمدرب وعني اعيت كاسس واضرب بيد من حديد هيش يخلي اقولك اياه اضرب بيد من حديد على كل من يحاول من اللاعبين يشوف نفسه ويتعالى على المنتخب الوطني وعلى العراق هاي 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 الامور الضرب باستقرار المنتخب وتزعزع الاستقرار المنتخب الوطني كاساس اضرب بيد من حديد على كل من يتعالى على العراق وعلى المنتخب العراقي انا حاولت قبل البرنامج اتأكد من تصريحات سيد رئيس الاتحاد بانه سنعاقب كل من يعني حسب ما قرأته حاولت اتأكد لكن ظهرهم في اجتماع الان قال راح انعاقب كل من يحاول انه يتخلف عن المهمة الوطنية وانعاقبه بالحرمان مدى الحياة من تمثيل المنتخبات الوطنية انا ويا اذا فعلا هذا التصريح سيحا انا ويا احنا اليوم ما قاعدين هنا رايحين لبطولة والله مزاجيات البعض زين اثنين ثلاثة رايحين ويسئلون اسئلة مثل ما البارحة تكلمنا بيها اسئلة تافه يستفزون المدرب زين ليش ما لعبت اللاعب الفلاني وليش هذا اللاعب فوق وليش هذا اللاعب ما شارك وهي قيمة السوقية عالية وهذا لاعب اعلى من هو حتى تتجي تقيم لاعب من هو اته ومن هو مطاك ومن هو مطاك ومن هو مطاك الحق تجي تحاجج مدرب اته من هو مطاك الحق بس هاني من جاي اباوع اليوم والله انا ماري دبقه انا اريد اطلع واني الوحدة التدريبية ما اجيها والكادر التدريبي اسائلي واسائل انت بمهمة وطنية اذا انت ما تعرف خلي عائلتك يعلموك شون انت احنا بمهمة وطنية تعرف لو لا وسيطلع لي شم واحد يقعدون اليوم والله حيش على المحترفين والله حيش على المحليين انا عندي الكل لاعبين منتخب وطني الكل تعرفون كله زينا انا دعمت ياما وياما جستن وياسر قاسم وغيرة 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 وزيدان وطالبنا بضمهم وضجنا لانا من الدخيل راح مثل منتخب بلجيكا وحاولنا انه بقدر المستطاع انه باتصالات وكذا انه نحاول انه نقنع بهذا الموضوع انه يبقى بتمثيل العراق لكنه الولد اختار تمثيل بلجيكا والله يوفقه لكن اليوم انت من تجي ترتدي شعار المنتخب فكر اولا واخيرا بالعراق ووراك مليون اربعين مليون عراقي مو انت جاء تلعب بالاسمك لو انت على قيمة سوقية وما تلعب بس هذا كلها ارجع علوم وزارة الشباب والرياضة اللي اختارت ناس ما لهم علاقة ما لهم علاقة لا بالاعلام ولا بالصحافة لا لهم علاقة لا بالاعلام ولا بالصحافة واكد عليها وخلي اسمعني السيد وزير احمد المبرقع الوفد اللي صار صار عن طريق من خلة الاسماء تخلت بمحسوبيات وراحوا يمثلون الاعلام العراق هناك 30 الى 40 باج لناس ما لهم علاقة بالصحافة والاعلام يدخلون للمؤتمر يسيئون للإعلام ويسيئون للصحافة في المؤتمرات الصحفية باسئلة اقل ما يقال عنها وحشو ما اقول بوجهكم تافه اقل ما يقال تافه باسئلة اسم المدرب ما يعرفي لفظه والثاني يجي يسألني يسأل المدرب ليش بتلعب اللاعب الفلاني انت من هو تعال فهمني انت من هو من هو انت حتى تجلس المدرب ليش مملعب اللاعب الفلاني عندك شي ضمه لا تحكي منتخب داخل هايا كلها اللي قاعد يصير وهايا التخبطات شوفوا خلق لكم شغلة كل القنوات العلامية كلكم قاعد تتابعون البرامج الرياضية جيبوا لي برنامج واحد راح يتكلم وطلع مشكلة غير ذول اللي محسوبين على الإعلام وعلى الصحافة اللي يحبون الطشة واللي يريدون يدورون مشاكل قبل صورة ونزلوها احنا وين جاي نحكي دعم ومنتخب وفرحانين وماخذين ثلاث نقاط وجاي نتحيئ لي مباراة اليابان اتوا تجون تحكون هذا الحكي والله شنو هذا اللاعب ليش ما لعب وهذا ولا قروب وهذا ولا قروب وهذا ولا قروب عم يستحو استحو مطلعتوها من معونها استحو استحو كافي عالم ما تقدر تحكي تحكي لك حكاية ببرنامج الفيس ثاني يوم سبوا شتم بالأم وبالأخت وبالعرض ويطلعون أكبر واحد حشان ما قل بوجك ما عرف من هالعقليات المريضة هالعقليات المريضة آني يعني يعني قررنا كبرنامج أي أحد يتجاوز على أي محلم يطلع عندي بالبرنامج صورة رح ناخذ له ودعوة قضائية مباشرة أنا أقول لك 99% من جمهورنا متقف هؤلاء الواحد بالمئة هم اللي قاعد يمكن الآن يحاولون أنهم يصيرون الزعماء وقادة الرياضة وكرة القدم بالعراق أحيي الكابتن عنداندرجال على هذا التصريح وحيي كاساس على موقفه لو كان أنهم بقي داني قال له لا قال اختلف الموضوع كان صار أكو تمرد لكن سيطروا على الوضع بصورة أخيرة الموضوع ما بي مثل ما ذكرنا هذا الموضوع اللي صار ما شارك بمباراة اندونسيا مليون من مصادر يعني هم نتصل ونتصلهم ناس ونعرفهم اليوم يا بتعال تدرب قل أنا ما أجي برحة وراء المباراة مباشرة رأي حاجي وهي المدرب قال أنا ما رأي دبقه وانطوني جوازي واروح رأي لكابتن مهدي كاري قال انطيني جوازي أريد أرجع يا بتعال أين راجع شنو هي شنو انت بتطوب مثل تأخذ طوبتك وتروح وانبطل تعال ليش ما حكيت ليش ما قلت أنا تشنت من معسكر أبوظبي أنا أريد أطلع بس قلت لا خلي أروح للدوحة وقال لولا ليش ما حكيت من أبوظبي من تشنت أبوظبي بمعسكر ليش ما حكيت ليش ما قلت كان إحنا هسا جبنا غير لاعب استدعينا غير لاعب خليت المنتخب بمأزق وإلا الله يكونوا بعون المدرب جوز المدرب هو أناعات إنه بموارات الياباني يشركه بالشوط الثاني يشركه كلاعب أساسي بس هاي التحشية بالدماغ اللي اللي ورا هذول اللاعبين أنا أقول اللاعب هو مغلوب على أمره ما يفتهم ولا أنه عنده ثقافة ولا عنده ثقافة ولا عنده خلاص ما حمو يكون حتى لعب بس أكو ناس تحشي تحشي بدماغ 24 ساعة والسؤال الاستفزازي البارحة هو هذا اللي زاد الطين بله هذا اللي زاد الطين بله السؤال الاستفزازي البارحة اللي سأله أحد الحضور والله ما عرف منه تجي بتحشي تقول يا أخوان هذا منتخب عمي ولكم داخلين بطولة الخاطر الله أقسم عليكم بالأنبياء بمعتقداتكم بكل شيء مقدس عدكم بمحمد بعيسى بكل الأنبياء عوفوا المنتخب عوفوا المنتخب عوفونا خلينا أقسم عليكم برب العالمين بالله سبحانه وتعالى بكل الأنبياء بكل الرسول بكل الكتب السماوية عوفوا المنتخب عوفوا المنتخب عوفوا مللتونه ضوشتونه كافي بس تدورون مشاكل وطلعوها كافي كافي ما مليتوا أنا أرجع اليوم تباوع تصريحات وتباوع ناس البارحة كاساس كان بطل قومي البارحة واليوم سب وفشار على كاساس والله حرنا بكم يا العراقي والله العظيم زيان وهي ثاني شغلة تعالوا هاي المودل اللي صايرة هسه توصل للفندق تدرون بعثة المنتخب الوطن اليوم من داخل البعثة من إداريين بالمنتخب بالمنتخب لا يقدرون يأكلون المطعم هوسه ازدحام صاير كتل عضو الاتحاد جاي بصديقة جاي بصديقاء اثنين عضو الاتحاد الثاني جاي بصديقاء اثلاثة افلان جاي بقرايبة افلان ما يدري منه صاير هوسه هاي بالمطعم لا اللاعب يقدر ياخذ راحته ولا المدرب يقدر يقعد يحكيوه الكادر التدريبي مالته ولا اللاعبين يقدرون يحكون بيناتهم وحجيت اول يوم هنانة اول يوم بدت وطولة اثنين يوم 12 واحد قلت ووجهت رسالة ودزيت رسالة وجاوب الرجل ويايا كابتن عدنان وشكرا الي قلت لك يا كابتن عدنان شوف لك قاعة بالفندق سويها لوبي سويها استراحة لللاعبين خليهم شاشات يقعدون يشربون شاي يسولفون نكتة ضحكة خليقعدون همو الكادر التدريبي بالرسب شما يقدرون ينزلون بالرسب شما يقدرون ينزلون 240 مشجع موجود بالبعثة مع المنتخب بالفندق بنفس الفندق بنفس الفندق من يتحملها هسا تيجي تقول لك انت ليش تجي تحجز بنفس الفندق يقول لك لا ابو انت هذا ابو فندق بعد ما اقدراني اقول لا تحجز ابو الفندق بكيف يحجز زي من وقال هم المشجعين تعال المنتخب هنانا قاعد هذا السؤال سؤال اريد اعرف انا واحد من الناس ما اعرف المنتخب بيا فندق راح ينبعد شون عرفوا الناس انه هذا المنتخب بهذا الفندق وقاعدين وطابين وطالحين والله يقول لعبين ما يقدرون لا ينزلون ولا يصعدون لا يقدرون شافوهم صور التموا عليهم 10-15-20-1 وهاي ما عدا مشاهير تيك توك الصدفة اللي هذا طلع عنا ومشاهير السوشال ميديا فنانين رايحين خلص خلص خلل نقلبها بعد ونسوي لهم هناك بعد قاعدة بعد وخلي يجون كل هوا خلهم يخلون الخطط ويدربون اللاعبين بعد خلص ويجون هم يقدمون برامج بعد ويحللون ارجع وقل لكم هكتور كوبر هكتور كوبر مدرب منتهب سوريا منع أول ما وصل قبل لا يوصل للدوحة قبل لا يوصل قلوا من الاتحاد السوري لا أريد فنان ولا ممثل ولا مشهور ولا أبو تيك توك هل طلع عنا الجديد ولا كائن من يكون ولا صحفي يكون متواجد بالفندق وباللوبي واللاعبين أنا خلق بكم يا هم مسؤول حكا اتواصلتوا يا فهدلوسف يقول لي ما نطلع من الغرفة ما منوع منع نبات ننزل للغدة ونصعد في غرفنا وعدنا قاعم سوينا سناك نقعد بيها نحن واللاعبين شوية نص ساعة ساعة ونصعد كل واحدة في غرفته ونروح للتمرين